موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستيديو الوزير والنائب اللبناني السابق ألبير منصور أهلا بكم أستاذ ألبير مشاهدينا عنوين عدة حملتها الصحف لهذا اليوم صحيفة المستقبل اللبنانية عنونت معركة الحسم في دمشق تقترب وغارات على محيط المطار أما في الكويت فقد عنونت صحيفة القبس 40% نسبة المشاركة والمزيد من العنوين في هذا الرصد مع رولا بحسون نتابع معها شكرا لك وفاء وأهلا بكم أبرز عنوين معظم الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نستهلها بداية مع صحيفة الأنباء الكويتية التي عنونت مجلس الصوت الواحد 64% وجوه جديدة المرأة عادت لمجلس عام 2012 بقوة ثلاثية إلى صحيفة القبس الكويتية 40% نسبة المشاركة الأمير الانتخابات أبرزت وجه الكويت الحضاري إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية مصر مرسي يصطبق حكمة دستورية باستفتاء على الدستور قصف جوي لريف دمشق والاتلاف مقر الحكومة المؤقتة سيكون في الجنوب بعد النفي واشنطن مستعد لمفاوضات ثنائية مع إيران والآن إلى صحيفة الدستور الأردنية مرسي يدعو الشعب للاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس عشر من الحالي الأردن يدين قرار إسرائيل بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في الأراضي المحتلة وقفة تضامنية مع الأسر الأردنيين في سجون الاحتلال أمام مجمع النقابات إلى الصحف اللبنانية ومع صحيفة النهار المفقودون في تلكلخ مقابل رهائن حلب إجراءات مشددة لمهرجان طرابلس وتجمع صيدة احتدام المعارك حول مطار دمشق والاتلاف لنشي قوة لحفظ السلام إلى المستقبل اللبنانية معركة الحسم في دمشق تقترب وغارات على محيط المطار أربعون الوفاء لليوسام الحسن في طرابلس اليوم إلى الوسط البحرينية الشيوخ الأمريكي يلزم الإدارة الأمريكية متابعة ما حققته البحرين من توصيات تقص الحقائق الكويت تغلق صندوق الاقتراع ولا نسبة رسمية للمشاركة إذن وفاء بهذا العنوان نختم جولتنا عودة إلى متابعة البرنامج شكرا لك رولا أستاذ ألبير سأبدأ من مصر وهي اليوم سيطرت على عنوين الصحف العربية مرسي أعلن الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر مستبقا حكم المحكمة الدستورية العلية فيما يتعلق بقانون الانتخاب لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية لماذا يصر مرسي على هذه الخطوة؟ على رغم من وجود قاعدة أو جماهير معارضة لقراراته وللإعلان الدستوري أيضا في محاولة من مرسي لتهريب يعني نمط حكم الأخوان المسلمين بمصر بده بأسرع وقت ممكن يحاولوا يهربوا بمحاولة انخلابية حقيقية اللي تمت يعني الإعلان الدستوري اللي عمله مرسي أمر غير مسبوء بالحياة السياسية يعني أي تم تمكين الحكم الإخوان بالسلطة وإرساء حكم يعني بدل الحكم الديمقراطي اللي بيسموه مدني أو الحكم الديمقراطي الوطني بمصر بده يسبب حكم إسلامي بمصر بهذه الطريقة وبأسرع وقت ممكن يعني متجاهل كل مكونات الشعب المصري وجميع مكوناته ومتجاهلا جميع اتجاهات السياسية بالتوجهات السياسية بالقوى السياسية المصرية اللي على الأقل لأنه هو مرسي بالنهاية بالكاد عامل رئيس جمهورية يعني بأصوات معدودة نعم عامل رئيس جمهورية وبالتالي عم بحاول يمر على طريقة الإخوان يعني هذه أنا بعتقد هذه آخر انتخابات بتصير بمصر بظل الإخوان يعني هلأ فيه كلام دايما تعني آخر انتخابات آخر انتخابات ديمقراطية تجري أنا برأيي هيك أي وقت اللي الإخوان بيستلموا مثل العادة يعني مثل مثل كل الأحزاب العقائدية الفاشية أو آخر هي بيستغلوا الديمقراطية لمرة واحدة وبالتالي بعد ما بيستلموا الحكم بيسعوا إلى إلغاءها بكافة الوسائل المتاحة ما أصلا تجربة تاريخية وهذه مش مش معيار مهم أنه الواحد اجع للحكم بانتخابات لأنه هتلر أيضا اجع للحكم بانتخابات ما عمل انقلاب عسكري هتلر وما منع أنه كان بقييمه أكبر مجازر حصلت بتاريخ الإنسانية نعم ولكن أستاذ هناك محتاجين أيضا في الشارع نعم هناك محتاجين في الشارع ربما لن يسمحوا لمرسي إذا تحدثنا من خلال وجهة نظرك لن يسمحوا لمرسي بأن يمكن الأخوان بهذا الشكل أو لن يسمحوا لمرسي أن تكون هذه المرحلة الأخيرة من الديمقراطية هذا الرهان اللي اليوم يعني كل الوطنيين بالعالم العربي عم يرهنوا علي على هذه المعارضة المصرية على أحزابها الوطنية وأحزابها على تعدد فئتها إنها تحول دون إمكانية سيطرة الحكم الإسلاموي المتستر بالدين لإعادة التسلط وبالتالي هذا رهان كل الوطنيين بالعالم العربي اليوم المعارضة المصرية نعم هناك من يحتاج أيضا في المقابل في شارع المصري مؤيدا لمرسي وبالتالي هناك انقسام في شارع المصري كيف نقرأ هذا الانقسام الآن وما هو مستقبل المشهد السياسي في ظل هذا التوتر وهذا الانقسام في صراع لم يحسن وما بعد إدراع يحسن قريبا بمصر مثل بالعالم العربي كله في صراع في المخطط الأمريكي أو الرغبة الأمريكية وبالتالي كل مخططات الأمريكان بالمنطقة حاولت بعد اتفاق قطر تسليم الإخوان المسلمين الحكم في سائر البلدان العربية يعني محل ما فيه إمكانية إن كان بمصر وفيه صراع بالمقابل في قوى وطنية عديدة ترفض هذا من محور المقاومة وصولا إلى المحاور الوطنية والليبرالية وكل الأحزاب والقوى السياسية الأخرى لممانعة بهذا الأمر فيه صراع مديد بالمنطقة حاصل البعض فيه تقدم خطوة متقدمة يعملوها الإخوان المسلمين في مصر فيه رد تفاعل ممكن يعني فيه أمل كبير بأنه أيضا يفشت هذا المخطط تتوقف هلأ على بمصر باتد في يعني الجيش بموقف محيد الأمريكيين هيردون دعمين لل نعم أستاذ ألبير فقط إذا تسمح لي سنتحدث أكثر عن المشهد المصري ولكن في الفقرة التي يعني بعد هذه الفقرة ولكن سنتقل إلى سوريا معركة الحسم في دمشق وهذا طبعا مع عنوانة أحد الصحف على لسان المعارضة ستنتقل أو معركة الحسم بالنسبة للمعارضة السورية ستنتقل إلى دمشق هل يعني بأن المواجهة ستنتقل من الريف إلى العاصمة وإلى داخل العاصمة دمشق المعارضة بهذه المحاولة يعني هلأ محاولات المعارضة السورية أو القوى المسلحة المدعومة من قطر والسعودية وتركيا والحلف الغربي كله عم بتحاول محاولة نقل الصراع إلى داخل المدن وخاصة إلى دمشق بالمقابل النظام عم بيحاول يعني يحاول يخلي المدن بمنأة عن هذا الصراع وبعتقد أنه المعركة اللي ديرها اليوم بريف دمشق أو حول المطار دمشق جزء من هذا الأمر يعني محاولة من قبل النظام لإبعاد الصراع عن المدن خاصة عن دمشق هو من قبل المعارضة لمحاولة حشر النظام بمعاييرك داخل المدن الصراع على ما يبدو يعني اللي ظاهر بسوريا الصراع صراع مديد وليس إمكانية الحسم غير ورده أصلا أصلا تأديري أنه المطلوب أيضا عدم الحسم بالوقت الراهن منع النظام من إمكانية الحسم بكيفة الوسائل وتوتير استمرار الصراعات بالريف لتفتيت نسيج المجتمع السوري يعني الواضح في هذا الصراع بأن المعارضة غير قادرة على الحسم بشكل نهائي والنظام أيضا غير قادر على الحسم بشكل نهائي صحيح يمنع من الحسم بكيفة الوسائل يعني كل الدعم ليقدم للمعارضة هو لمنع النظام من إمكانية الحسم يقدم دعم أساسي لا يوجد دعم كامل للمعارضة بحيث هي أيضا تكون قادرة على الحسم هذه الحدود القصوى التي يقدرون يقدمها بتأديري للمعارضة لأنه أيضا في صراع دولي كبير حول هذا الموضوع وبالتالي في توازن بإمكانية دعم بالسلاح للطرفين ولذلك باستبعد أنه يكون فيه إمكانية حسم بأحد الأطراف هلأ مسعى النظام بأنه يحاول يحيد المدن ممكن يعني ممكن يتوفق فيه نعم أستاذ بشكل سريع وقبل أن أنتقل إلى فقرة إقراء الحدث نسبة المشاركة في الانتخابات الكويتية بلغت 40% إذن هنا نطرح سؤال هل نجحت المعارضة في المقاطعة أم أنها خسرت هذا ريهان يعني 40% مبدئيا نسبة معقولة بالانتخابات يعني بأي انتخابات نيابية تشريعية مشاركة 40% من المسجلين على لوائح الشطب على لوائح الانتخاب نسبة نسبة معقولة نسبة مش يعني مش عاطلة نسبة جيدة سنتقل إلى فقرة إقراء الحدث نستعرض ما فيها من موضوعات ونعود إلى مناقشتها مشاهدين نتوقف مع فقرة إقراء الحدث صحيفة الحياة كتبت مشعل إلى غزة وعفوا صحيفة الحياة كتبت مشعل إلى غزة هذا طبعا عنوين كانت سابقة ولكن دعونا ننتقل إلى فقرة إقراء الحدث نرى ما فيها من موضوعات ونعود إليكم مجددا الحياة السعودية أبو مرزوق سنتوجه إلى غزة قريبا كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق للصحيفة أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى غزة قريبا وسيحضر احتفالات انطلاقة الحركة المرزوق لفت إلى أنه ليست هناك ضمنات أمنية بحماية الوفد على صعيد ملف المصالحة المرزوق قال أن المصالحة تتوقفت لأن الرئيس محمود عباس رهن إنجازه بإجراء الانتخابات أولا كما أضاف أنه ليس هناك ترتيب لعقد لقاء مرتقب يجمع بين الحركتين المصري اليوم حسن نافعة مصر في غرفة الإنعاش إنني على يقين أن الأمر ما زال قابلا للتدارك إذا خلصت النوايا لأتفق مع القائلين إن إلغاء الإعلان الدستوري يتعين أن يكون شرطا مسبقا للتفاوض حول سبل الخروج من الأزمة فالمطلوب تجاوز الإعلان وليس بالضرورة إسقاطه وذلك بالاتفاق على طريقة ملزمة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى نهاية الانتخابات التشريعية المقبلة ولأنه لا يمكن الاطمئنان للحكومة القائمة حاليا في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات يتعين أن يكون تشكيل حكومة قوية جديدة جزءا من الحل إن الإصرار على الذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي دون إدخال التعديلات المطلوبة لتحقيق التوافق المنشود لن يؤدي إلا إلى مولود مشوه فالميادين المشتعلة الآن لن تهدأ بالسهولة التي يتصورها البعض النهار اللبنانية المفقودون في تلكلخ مقابل رهائن حلب تحيي طرابلس بعد ظهر اليوم ذكر مرور أربعين يوما على اغتيال لواء وسام الحسن المدينة مثقلة بالغموض المقلق الذي اكتنف مصير أكثر من 25 شابا من أبنائها وقعوا ضحية مكمن لهم في تلكلخ قبل يومين ووسط تضارب واسع في الروايات والمعلومات المتناقضة حول المفقودين أو الضحايا برز ما ذكرته جهات متابعة لهذا الملف للصحيفة أن ثم تتشابه فيما جرى مع شبان الشمال وما سبق أن وجهه المخطوفون اللبنانيون في حلب الذين انتهى أمرهم بأن أصبحوا رهائن في أعزاز ولفتت هذه الجهات إلى أن الأمر تكرر مع شبان الشمال ليتبين لاحقا أن لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن مقتل 21 شابا وتساءلت عما إذا كانت هناك صلة بين حادث تلكلخ والمخطوفين في أعزاز سيد البرسة أتوقف معك عند مقال حسن نافع في صحيفة المصر اليوم كتب أن إلغاء الإعلان الدستوري ليس بالضرورة أن يكون شرط للتفاوض حول سبل الخروج من الأزمة هل يمكن تجاوز موضوع إلغاء الإعلان الدستوري وبدء مرحلة جديدة من الحوار مع الأطراف الأخرى في مشكلة على أساس الإعلان الدستوري تفاقمت المشكلة بشكل أكبر بالمسودة الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية المقاطعة من قبل مجموعة كبيرة من القوى المصرية وبالتالي من السرعة وضع هذا الطرح المشروع الجديد على الاستفتة يعني فيه إصرار على تمرير مشروع منازع عليه من قبل مجموعة كبيرة من القوى السياسية المصرية ما بعتد أنه بتحل المشكلة دائماً التفاوض واللي بيطلق حال التفاوض بأي وقت كان مفيد وبيأدي لنتيجة ولكن ما بعتد أنه فيه إمكانية بالوقت الحاضر بهذه التسريع اللي عم بيحصل من قبل الحكم بمصر من قبل الرئيس مرسي بالأمس مرسي دعا إلى حوار وطني ودعا أيضاً خصومه للحوار ولكن هل ينجح بعد اتخاذ خطوة الإعلان عن الاستفتاء للدستور؟ استبعد يعني بعد الإعلان عن الاستفتاء على الدستور بعد إد على مشروع الدستور اللي انطرح عم ندخل بنفق صراع طويل بمصر لأنه القوى السياسية الأخرى ما بعتد راح توافق بعد ما قاطعت الهيئة التأسيسية والإعداد المشروع ما بعتد أنه راح توافق على الدخول بالاستفتاء وبالتالي على ولذلك نحن بمرحلة صراع مديدة راح تكون بمصر ما هو مطلوب في هذه المرحلة؟ هل هو إلغاء الإعلان الدستوري؟ المطلوب إلغاء الإعلان الدستوري والتريص بطرح مشروع هذه حتى تعود الهيئة التأسيسية إلى إعادة التكون من جديد لجميع القوى السياسية المصرية وجميع الفئات المجتمع المصري المكونة لأنه هذا دستور دستور ما بتعمله فئة صغيرة حتى ولو كانت أكترية بتعمله لحالها وتترك هذا الدستور اللي بدون نشعر على أساسه على مدى طويل وبالتالي مفترض أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المكونة للمجتمع المصري وخاصة بصورة خاصة مجموعة الأقوات والقوى الليبرالية والقوى السياسية الديمقراطية والقوى اليسارية يعني في قوى سياسية عديدة بمصر ما بيصير تجاهلها بهذا الشكل وفرض دستور لفئة سياسية معينة حتى ولو بلحظة من اللحظات هذه الفئة السياسية بدعم قارجي أخذت أكترية بانتخابات نيابية هذا ما بيصير بهذا الشكل التعاطي مع الدستور نعم سنتقل معك إلى الملف اللبناني وكما رأيت في هذا الرصد الذي قدمناه بعد قليل صحيفة النهار ترى بأن هناك تشابه بين رهائن حلب وبين المفقودين في تلك هذا عنوان معيب يعني أنا فعلا أن تصل النهار إلى عنوان من هذا النوع فهذا سقوط صحافي كبير عيب لأن رهائن حلب مجموعة مدنية غير مسلحة كانت بزيارة أماكن عبادة وعيده وبالتالي خطفت بتصرف إجرام أرعن والمجموعة اللي عم يحكي عنها في تلكلق مجموعة راحت مسلحة معروف أنها رايحة للقتال والمشاركة بالقتال ولكن النائب خالد الظاهر قال بأن هذه المجموعة التي ذهبت هي ذهبت لتقديم مساعدات إنسانية ولم تكن ضمن مجموعات مسلحة تقاتل في سوريا هذا يعني الكلام الإعلامي والدعائي يعني مبين واضح أنه كانوا بمطلع حال بمطلع شو من كانوا عاملين شو علاقة هاو بهاو يعني شو علاقة هؤلاء الذاكب اللي خطفوا بحلب شو العلاقة بين اتنين إلا من باب إسارة الفتنة المذهبية والإصرار على هذه الفتنة المذهبية ولذلك بلوم جريدة النهار على هكذا عنوان وبتهم كل مين بيطرح هذا الموضوع بهذا الشكل على أنه يريد تسعير صراعص النشيعي بالمنطقة هذا يعني يسير بالمخطط الإسرائيلي وينفذ هذا المخطط بوعي وإدراك وهذا يعني إجرام حقيقي فعلا إجرام خياني كبير عيب هذا العنوان عيب وهذا الربط بين اتنين عيب وموزل ومهين أولا لكرامات الأفراد اللي مخطفين اللي يخطفوا بحلب لأنه هذي ناس عادي ولهودي الرهائل ما معرف شو قصتهم بعد لحد دلاء ما نعرف شو موضوعهم أه كانوا مسلحين ولا غير مسلحين ما حدا يعرف اليوم بتطلع عدد أخبار هودي بيقولوا أنه الاسم منهم اتصل بأهله والتحق بجيش السوري الحر التحق بجيش السوري الحر ليقدم مساعدات إنسانية رايح ياتل يعني أو أنه لتوضح الأخبار بس عنوان من هذا النوع فيه إثارة يعني إمعان بالرغبة بإثارة الفتنة المذهبية اللي هو المخطط الصيوني الإسرائيلي الأساسي اليوم بهذه المنطقة نعم بالنسبة للاحتفال بأربعين نية وسام الحسن أربعين يوم متواصلة من الضغط على الحكومة أو على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في أوساط المقاطعة أو في أوساط مقاطعة مجلس البرلمان إلى أين تسير الأمور فيما يتعلق بهذا الضغط الذي يمارس على حكومة رئيس الحكومة هي ردة فاعل طريفة يعني غريبة بالحياة السياسية اللبنانية وبكل الحياة السياسية بالمعنى عادة يعني يلام الأمن إذا غتيل السياسي بس ما بحياته لا عندنا ولا عند غيرنا يبينلام السياسي إذا اغتيل الأمن لأنه هو الرجل الأمن هو اللي بده يحمي السياسي بش رجل السياسي اللي بده يحمي الأمن وبالتالي إن اغتيال ويسام الحسن وتحميل هذا الاغتيال للحكومة فيه الحقيقة نوع من يعني المبالغة السياسية التعيسي السقيفي اللي هيك بتدل على على تبعية معيبة لأنه اليوم نعرف أنه اليوم السعودية مانعة كل كل كلام قبل استئالته الحكومة يعني أصبح الأمر معلن وهذه التبعية العمية بهذا الشكل لأوامر الخارج شغلي فعلا معيبة يعني بهذه الطريقة والرغبة بإدخال البلاد بحكومة مستئلة قبل البحث بإمكانية البديل وبالأمر البديل أمر خطير جدا يعني أمر محاولة إدخال البلاد بنفق مش معروف لوين بيؤدي بمطلق حال وجود حكومة بمطلق حال وجود حكومة بدل أفضل من عدم وجود حكومة وهذه يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة لن تكون هناك عوائق ربما تشكيك في نزاهة الانتخابات في حال استمرار الحكومة الحالية شوفي تزوير الانتخابات في لبنان في نوعين من التزوير إما بيصير تزوير ميدي مثل ما حصل بانتخابات 92 تزوير ميدي مباشر يعني وبالتالي لأنه ما كان فيه إمكانية رأب بوقتها وهذا أمر فيه استحيل أنه يحصل بالظرف السياسي الراحل اللي نحن فيه بلبنان عادة يعني الشكوى بالانتخابات الليابية دائما بتصير من الرشو من الانفاق من المال السياسي هون بيصير الحقيقة يعني الزعبرة بالانتخابات وهذا ما حصل بالانتخابات الأخيرة اللي أنفق فيها أكثر من مليار مليار ومئتين مليون وهذه لا حكومة هاي ولا الحكومة غيرها بيويرد ضبطها لأنه القوى السياسية الأساسية اللي مرتبطة كلها سواء على هذا المثل وبالتالي اتهام هذه الحكومة بأنها بدأت تزور الانتخابات باعتقد صعب لأنه أيضا وزير الداخلية بهذه الحكومة اللي هو مسؤول عن إجراء الانتخابات محسوب على رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بموقع محيد نسبيا وبالتالي ما بعتقد أنه فيه إمكانية لإتهام هذه الحكومة بهذا الم بمطلع حال اللي يسعى إليه اليوم مثل ما أنا شايف رفض تعديل الانون الانتخاب يعني في مساعي لتعطيل تعديل الانون الانتخاب حتى ما يتعدل الانون الانتخاب حتى بمرحلة لاحقة يتم الوصول إلى يعني محاولة استثارة أعمال قد تكون يعني أمنيا سيئة لتعطيل الانتخابات وبالتالي محاولة التأجيل علميا بأنه محاولة التأجيل صعبة جدا لأنها تسقط شرعية الوضع بكامله وبتحتاج إلى يعني بدها أسباب اضطرارية غير عادي مثل ما كانت الأسباب بالتأجيل السابع نعم سيد ألبير فقط ابقى معي أذهب إلى فاصل سريع ونعود إليك مجددا مشاهدين فاصل سريع ونعود إليكم متواصلين معكم مشاهدين مع فقراتنا لهذا اليوم هارتس كتبت مقالا بعنوان العقاب الإسرائيلي تحدثت فيه عن خطورة قرار بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية والمزيد في هذا الرصد من فقرة إقراء إسرائيل هارتس العقاب الإسرائيلي ردت حكومة إسرائيل على قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة بقرار بناء ثلاثة ألاف وحدة سكنية إضافية في شرقي القدس والضفة الغربية عقابا للفلسطينيين والعالم هذا قرار شديد الخطورة بدل أن تستوعب حقيقة أن الأغلبية الساحقة من دول العالم سئمت الاحتلال الإسرائيلي وتريد دولة فلسطينية تتحصن إسرائيل وراء رفضها وتعمق عزلتها عن الواقع الدولي بدل أن تستخلص العبرة من فشلها المدوي تنجر حكومة إسرائيل إلى مزيد من الهزائم السياسية وبدل أن تدخل في مفاوضات حقيقية مع الدولة المراقبة الجديدة تدير ظهرها لها وللعالم كله قرار الحكومة هو المصمار الأخير في نعش خطاب بار إيلان خطاب الدولتين لبن يمين نتنيهو وما يثير الدهشة بشكل خاص هو الإخلال بالالتزام تجاه الولايات المتحدة بعدم البناء في المنطقة إيوان التي سيؤدي البناء فيها إلى منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في الضفة الغربية يدعوت أحرانوت درعي يرفض لقاء نتنيهو يسود التوتر قيادة حركة شاس قبيل تحديد أعضاء قائمتها الانتخابية في ظل المعركة على المكان الأول فيها في هذا السياق رفض أريا درعي أحد زعماء الحزب في اللحظة الأخيرة لقاءا كان مخططا له ليلة أمس مع رئيس الحكومة بن يمين نتنيهو حيث كان من المتوقع أن يبحث الرجلان خلاله تشكيل الحكومة العتيدة في حال كان نتنيهو هو من سيتولى مهمة تأليفها درعي ألغى لقاءه بعد أن سمع بحصول لقاء بين نتنيهو وإليا شاي الرئيس الحلي لحركة شاس ومنافس درعي وأعلن أنه سيتعذر عليه لقاء نتنيهو بسبب الضغط في المواعيد في شاس يرون في خطوة درعي محاولة واضحة للإشارة إلى هوية صاحب البيت في الحزب وثمت محاولة أخرى تتمثل في الرسالة التي بعث بها درعي في الأوينات الأخيرة إلى المقربين من الحاخام عفاديا يوسف تفيد أنه إذا لم يوضع في المكان الأول على قائمة الحزب للانتخابات فلن يكون في وسعه أن يجلب لحركة شاس إنجازا انتخابيا جوهريا أستاذ ألبير منصور للوزير والنائب اللبناني سابق أهلا بك مجددا في برنامج آخر طبعا نتوقف مع ما كتبته هأرت ما مدى خطورة بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية الخطورة الحقيقية هي الكلام عن دولتين ورفض مشروع الدولتين الحقيقة لأنه هذه بناء المستوطنات بهذا الشكل بيقطع أوصال الدول بيمنع أن تكون الدولة الفلسطينية متصلة ببعضها بالنهاية بما بعد هذا معناته أنه ما في نية عند هذه الحكومة الإسرائيلية وهذا التوجه الإسرائيلي بدولتين وأنهم يشتغلوا على نخض مشروع الدولتين والمسعى إلى المشروع الدولي البديلة إلى الترانسفير وهذه الخطورة الكبرى دليلة هذا المشروع وهذا أمر ليس مستغرب لأن اليمين الإسرائيلي بيقوده نتنياهو بهذا التوجه يعني رافضين أي دولة الفلسطينية وبالتالي يسعوا بكيفة الوسائل لحد تاني يمنعوا خيامها الصحيفة واضح بأنها وجهت ومشترطين بدهون فلسطين دولة لليهود نعم واضح بأن الصحيفة وجهت انتقادا لذعا لسياسة نتنياهو ولكن وقالت بأن المجتمع الدولي بدأ يسأم من الاحتلال الإسرائيلي هل فعلا بدأ المجتمع الدولي يسأم من هذا الاحتلال وعملية الاستيطان؟ لا يعني بعتقد أنا في مبالغة بالموضوع لأسباب صراعات داخلية إسرائيلية بالوقت الحاضر ما أنا شايف أن المجتمع الدولي بقيات الولايات المتحدة بدأ يسأم من هذا الوضع الوضع أطلاقا بل بالعكس في دعم كامل لإسرائيل بجميع التوجهات بيكفي اللي حصل بالنهية بغزة بالفترة الأخيرة إسرائيل استعادت انسحابها الأول من غزة بما معنى أنها وقت اللي تخلت عن تركة غزة بالمرحلة الأولى وخدوا بلدية وحلوا عن ظهرنا للفلسطينيين واجه الرافض من قبل المقاومة بفترة طويلة حققتوا بالمرحلة الأخيرة بشكل كتير مرتاح بالهد الطويل اللي اخدتها هلأ واللي رجعت حققت لأهداف انسحابها الأصلي من غزة إذن الحديث عن عزلة إسرائيل بسبب سياسة الاحتلال هي كلام غير صحيح؟ غير صحيح من المرة كلام إعلامي شخيف بالعكس إسرائيل حققت انتصار كبير بموضوع غزة الأخير يعني لسوء الحظ هلأ طبعا محاولة تغطية السماوات بالأبوات مثل ما بيقولوا لحدتين يقول أنه انتصرنا بغزة بالمرحلة لا الحقيقة خسرنا المقاومة بغزة وانتهت المقاومة بهذه الهددة الطويلة أنت تعني أن ما حدث مؤخرا من عدوان في غزة لم يحسب انتصارا للمقاومة؟ أبدا أن حسب بنتيجة الأمر الذي حصل أصبحت هزيمة فعلية للمقاومة بتأديري وبرأيي من أي ناحية؟ من ناحية أنه إسرائيل أخذت هدنة طويلة حققت الغاية الحقيقية من انسحابها من غزة ليش انسحبت إسرائيل من غزة بالماضي؟ ما كانت محتل لغزة انسحبت منها خدوا بلدية وحلوا عنها الفلسطينيين وهذا اللي اتحقق هلأ بنتيجة الهمروجة اللي صادت الأخيرة برعاية مباشرة من قطر والإخوان المسلمين والحكم المصري ألم توجه المقاومة ضربات مجيعة إلى إسرائيل ودفعها إلى التهدئة؟ هذا الإخراج هذا الإخراج المشروع يعني هذا الإخراج اللي أهدي النصر فيه إلى مرسي يعني الحدث الوحيد المهم اللي حصل بالأخير هي هذا الصاروخ اللي سقط في تل أبيب يعني وصول الصواريخ إلى تل أبيب هذا الحدث الأهم لمن واعتبر انتصار لمن أهدي النصر؟ الانتصار إلى مرسي مرسي شو عمل؟ مرسي اتفق هو وهو وهيلاري كلينتون على هدنة طويلة يعني تجميد المقاومة بغزة إلى أمدن غير منظور هو بالتالي تحقيق الهدف الإسرائيلي الحقيقي اللي هو هدف انسحابه من غزة بالمرة الأولى نعم أنت تطرح زاوية مختلفة يعني ما يشاهد وما دائما يعلن عنه بأن غزة حققت انتصار ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة وبالتالي هل من دليل على ما تقوله بأن هناك صفقة أو ربما تسوية بقيادة مصرية لإنهاء المقاومة في غزة؟ هذا الواقع الفعلي اللي حصل على الأرض يعني شوفي خديه مسلسل الأحداث قبل بعشرة أيام من العدوان على غزة حضر سمو أمير قطر إلى غزة مواكبا بـ 12 طائرة حربية إسرائيلية واكبته بالجواكة بالطيارته 12 طائرة إسرائيلية حربية هذا الإعلان الإسرائيل كل العالم أعلن عنه أو لا؟ طيب نزل بمطار غزة تم الاتفاق على مساعدة غزة والاتصالات اللي كانت حاصلة بقطر بين الحماس والقطريين وبالتالي أدم الهدايا لأركان المقاومة بحماس وفل بعد منها حصل العدوان الإسرائيلي على المقاومة والرد المقاومة اللي وصل إلى تل أبيب بواسطة صواريخ مقدمة من المقاومة ومن إيران وعبر مساعدة حزب الله وإذا بالنتيجة الهدنة تحصل باتفاق بين مرسي وهيلاري كلينتون وقوامها ومؤداها الفعلي والحقيقي هذه الهدنة إلى أمد غير منظور نعم لكن أستاذ سمح لي أنت تتحدث عن اتفاق بقيادة مصر مع حماس ولكن هناك أيضا فصائل فلسطينية أخرى شاركت في الحرب الأخيرة على غزة وواجهت ضربات مجاعة لإسرائيل وبالتالي هناك فصائل أخرى هل تعني بأن جميع الفصائل أيضا تورطت؟ لا 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 ما بعني عن الفصيل الأساسي بالمقاومة بغزة اللي هي في حماس بعتقد أنها أنهض الموضوع يعني هذا الشعوري وهيك أنا شايف للأمر الحاصل الجهاد الإسلامي بعد ما شفت لأي مدى وإنما التزامن بالهدن اللي حاصله بتجعل أنه يعني يا أنه إمكانية حركتهم أصبحت ضعيفة بيزل زهاب حماس إلى هذا الاتفاق المصري اللي حتى حسنين بارك بس ترجع عمله بزمينه يعني كان لابد من غطاء الإخوان المسلمين حتى يتم هذا الأمر يعني الغطاء بدك بدك جبة دينية لحتين يتقدري تحقق أمر بهذا المقدار للتخلي عن المقاومة وتحقيق الهدف الأساسي بانسحاب إسرائيل من غزة غزة لماذا انسحبت منها إسرائيل بالأول؟ يعني سعود مجددا إلى ما جاء في المقالة أو في المقالة الذي كان في صحيفة هارتس بعنوان العقاب الإسرائيلي هذا الخطاب المنتقد لسياسة نتنياهو هل يؤثر في الداخل الإسرائيلي؟ المنتقد لسياسة الاستيطان واستمرار الاحتلال هل يؤثر في الداخل الإسرائيلي؟ يعني في صراع داخلي في توجهات إسرائيلية أخرى مع الدولتين يعني التوجه في توجه إسرائيلي آخر حتى بيقال للمين إسرائيلي مع قيام الدولتين مع الأبول بدولتين نتنياهو رافض وبالتالي يعني ممكن تكون بهذه بإطار الصراع الداخلي الإسرائيلي تحاول يعني تعطي بعض الأرجحية أو بعض المساعدة لأحد الأطراف بالداخل للأطراف المعيدة لنتنياهو يعني الممكن يكون بحزب العمل وبالأحزاب الأخرى نعم أستاذ بقى معي سنتقل إلى فاصل آخر ونعود لمناقشة ما تبقى من موضوعات في هذه الحلقة مشاهدين فاصل ونعود إليكم مجددا أستاذ البيري يعني بالعودة إلى الحديث عن الموضوع الإسرائيلي وأنت تحدثت عن تهدي أجرت برعاية مصرية بين حماس وإسرائيل ولكن أيضا عندما نعود إلى حرب تموز 2006 وإعلان وقف للأعمال الحربية هل يعني هذا أيضا بأن حزب الله تورط في تهديئة تصف صالح إسرائيل على سبيل المثال اللي محتل اللي محتل هي فلسطين مش لبنان يعني لبنان المقاومة بلبنان لدعم الحق لتحرير لبنان وتحرر لبنان بقى في عنا مزارع شبعة وبالتالي بعضنا مصرين على تحريرها ومتابعين للأمر والمساهمة المقاومة لدعم الشعب الفلسطيني مش شعب اللبنيني بس يعني اللي محتل هي فلسطين اليهود يعني بفلسطين مش بلبنان فهذا التشبيه يعني بدون ما يوأخذوني اللي تعرحينه هذا ما إله أساس ولا بينطرح بهذا الشكل المقاومة بلبنان حررت لبنان طلعت الاحتلال الإسرائيلي إلى آخر الحدود وهذي اليوم محل ما بعد في احتلال في إشكال دولي كبير حول هذا الموضوع بسبب الحرب وبالتالي وما تزال المقاومة على جهوزيتها الكاملة ومطلوبة من قبل إسرائيل إلى آخر لحظة بلبنان وبالتالي الفرق كبير كتير بين ما حصل في غزة وما حصل في في لبنان بحرب تموز فرق كبير شاسع بعدين الانتصار اللي حصل بلبنان لم يهدى إلى الإسرائيليين ولا إلى مرعي ولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا إلى هيلاري كلينتون الحرب أهدي إلى أصحابه الحقيقية الانتصار أهدي إلى أصحابه الحقيقية ونتيجه نتيجه ما في تعهد إطلاقا من قبل المقاومة اللبنانية بعدم الاستخدام أي أمر مثل ما حصل هلأ من قبل المقاومة بحماس بغزة نعم استاذ انتقل إلى فقرة إقراء كاتبا مشاهدين وصلنا إلى فقرة إقراء كاتبا نستعرض فيها مقال للكاتب خالد العوضي الذي تحدث فيها عن الكويت ما بعد الانتخابات نتابع ملخص لما جاء في هذا المقال ونعود لمناقشته مع ضيفنا القبس الكويتية خالد العوضي انتهت الانتخابات فهل ستنتهي مشاكلنا؟ ها هي الانتخابات التي شارك فيها من شارك وقاطعها من قاطع قد انتهت وحطت أوزارها وها هي الحكومة قد تحصلت على سلطة تشجيعية ساهمتها في تشكيلها عبر قرارات غير محصنة ولا تحقق العدالة التي زعمتها والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان هو ماذا بعد ان تحقق للحكومة ما ارادت ولو مؤقتا؟ هل ستنتهي حالة الاحتقان السياسي عما قريب؟ هل سننعم بحريات اكثر بعدما تم التوقيع على الاتفاقية الامنية الخليجية مؤخرا؟ اتمنى صادقا ان تكون الاجابة عن كل سؤال مما سبق بالاجاب لكن حتى لا نبتعد عن الواقع كثيرا؟ هل بالامكان المضي قدما في تحقيق ما سبق؟ بينما أولى الخطوات التي اتخذت في سبيله تعتريها شبهات دستورية؟ وهل بإمكان النهج الذي تسبب في أغلب هذه المشاكل أن يكون سببا في حلها؟ أستاذ ألفير هل ستنتهي حالة الاحتقان في الكويت بعد الانتخابات؟ أم هي بداية أيضا لاحتقان جديد واستمرار للاحتقان الموجود حاليا؟ شوفي يعني بدك أولا الانتخابات التي حصلت تقييمها برأيي بنتائجها أولا الأنون الذي يوضع أنون حضاري يعني حتى وتانيا نسبة المشاركة بالانتخابات نسبة معقولة يعني نسبة إجمالا بانتخابات تشريعية نسبة معقولة الآن الصراع الذي دير بالكويت جزء من الصراع الذي دير بالمنطقة كلها سوى يعني في محاولة تغليب التوجهات الإسلاموية بالسياسة وبتسليم الحكم بسائر الأقطاع برعاية أمريكية واضحة وبالتالي الصراع يستمر إذن تتعني بأن ما يحدث في الكويت هو برعاية خارجية برعاية أمريكية بتمكين تيارات الإسلامية للوصول إلى حكم المنطقة كلها سوى مش بالكويت مش بس بالكويت بكل المنطقة هذا الربيع ما أسمي بالربيع اللي سمى برنار هاري ليفي الصحفي اليهودي الفرنسي اللي سماه الربيع العربي هذا كله سوى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية يتم برعاية مكشوفة يعني مش ما بقيت مسترة برعاية غربية وأمريكية واضحة وبالتالي يعني بتوجه واضح لتسليم الإسلاميين وخاصة للإخوان الحكم في سائر الأكثر ولكن لماذا تتوجه نحو التغيير إذا ما علمنا بأن دول الخليج في الغالب هي دول حليفة للولايات المتحدة إذن لماذا تتجه الولايات المتحدة نحو هذا التغيير بتمكن التيارات السامية الصراع بالكويت الصراع بالكويت مش بالخليج كله الصراع بالكويت لأن الأحزاب المقاطعة مين اليوم يعني مين الأحزاب اللي قاطعين مش السلفيين ولا يجب حديث أيضا عن تيارات الأخوان في الإمارات في بالإمارات أيضا في في ارتياح لتسليم الإخوان يبدو يعني في لأنه أكتشف الغربيين الأمريكان اكتشفوا أنه التوجهات الدينية توجهات صراع مستمر أبدا يعني العامل الديني عامل مفتت لذلك عم بيحاولوا يعبوا المنطقة اللي كانت مملوئة أساسا بمرحلة من المراحل ملئت بما يسمى بالعروب يعني بيعامل مساواة وتضامن العروبة عامل مساواة وتضامن في هذا العالم العربي بده يفرروا هذا العالم من عروبته ويملقوه بتيارات دينية لأن يكتشفوا أنه التيارات الدينية سياسيا عامل مفتت كبير وبالتالي عم بيشتغلوا على هذا الصعيد وعامل مفتت ليس فقط بين المزاهب وإنما حتى ضمن المزهب الوحد يعني ليس بين السنة والشيعة فقط وهذا هو الصراع الأساسي الذي يحاوله ينفخ فيه صهيونيا وأمريكيا بالمنطقة إضافة له في صراعات أخرى بين السلفيين وبين المعتدلين بالعودة إلى الكويت ما مدى تأثير ما يحدث في الكويت على بقية دول مجلس التعاون الأخرى يعني الآن هناك أزمة سياسية في الكويت وهناك أزمة سياسية أيضا بالتوازي في البحرين صحيح وفي صراع يبقى تدعم ترعاه يعني مرعي لاستمرار هذه الصراعات وبلء المنطقة بصراعات ودايمة حتى أن تستقر يعني المحل الوحيد اللي لازم يكون فيه استقرار واطمئنان وذلك هو إسرائيل نعم الدولة بعد ما بتصبح دولة لليهود وبالتالي الباقي اتحاد بلديات إن كان بالعراق وإن كان بسوريا وإن كان بالخليج وإن كان متصارعة فيما بينها على أساس ديني طائفي مذهبي صراع أبدي ما له حل وبالتالي مفتتة ومفككة والدولة المستقرة الوحيدة الأمن والمسيطرة على المنطقة هي إسرائيل وهذا المسعى الحقيقي للمشروع كله سوى يعني جزء منه الربيع العربي جزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد الأساسي اللي نشغل عليه واللي عم بيتكمل اليوم بوسطة الربيع العربي هلأ طبعا بدون أدنى شك يعني حتى كمان الأنظمة اللي عمالها تستبدل كمان أنظمة اهترقت يعني أنظمة كان فيها استبداد وبالتالي استغلت هذه الأوضاع إن كان الاستبداد أو الفقر أو زيادة عدد السكان استغل من قبل أصحاب المشروع الأصلي إذن هناك طموح أيضا شعبي بالتغيير نحو الديمقراطية نحو تحسين الأوضاع المعيشية وغيرها يعني الطموح الشعبي بمعنى أنه فيه أرضية للتغيير فيه واقع موضوعي يمكن استغلاله للتغيير استغل لهذا التغيير بواسطة هذه المسعى لأنني أنا تقديري وبعدني مصر عليه من أيام الثورة الفرنسية لليوم من الثورة الفرنسية لم يبقى فيه ما بقى فيه بالعالم تحرك شعبي عفوي إلا كل تحركات شعبية مواكبة بتوجهات استعمارية وبأدوات استعمارية اللي هي أدوات المخابرات وبالتالي ممكن يكون يعني تستغل هذه الأدوات الأوضاع الشعبي الموضوعية اللي بتساعد على التحرك وبتستغل وبتنفق فيها لحظة تستفيد منها نعم أستاذ البير فقط وصلنا إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج وهي فقرة الكاريكاتور نشاهد معك هذا الكاريكاتور ونأخذ منك تعليق سريع نشاهده معا ما تعليقك على هذا الكاريكاتور لا نفهم أول أول يعني رغم صوت المرتفع الحكام العرب لا يسمعون نداء الأقصى وفلسطين حل إلى أي مدى يعبر حقيقة عن الواقع الآن في التعامل مع القضية الفلسطينية هل باتت فعلا أو ما زالت هي البوصلة التي تتجه كل أنظار العرب كل الصراع اللي داير اليوم في المنطقة هو اللي تحويل الصراع العربي الإسرائيلي تحويله إلى صراع ثانوي وجعل الصراع الرئيسي بالمنطقة هو الصراع المذهبي السن الشيعي وهذا الكاريكاتور معبر على الأقل لهذه الجهة عن حقيقة الصراع اللي داير بالمنطقة فلسطين فلسطين والصراع العربي الفلسطيني يدمر أمام النفخ بالصراعات الأخرى الصراعات المذهبية والطائفية اللي ينفخ فيها الاستعمار الغربي الولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الصيوني بالمنطقة وهذا كاريكاتور صحيح نعم أستاذ ألبير منصور الوزير والنقب اللبناني السابق شكرا جزيلا لك مشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة في أمان الله